سار المئات من التونسيين في العاصمة في ذكرى مرور سبع سنوات على أسقاط الرئيس زين العبدين بن علي مسيرة يفترض أن تكون سلمية اتخذت السلطات فيها إجراءات أمنية مكثفة تظهر تأتي بعد يومين من الهدوء من احتجاجات كانت انطلقت قبل سبعة أيام لكنها تجددت خلال الليل وتخلى لها مواجهات عندما حول محتجون اقتحام مركز للأمن في بلدة بوعرادة شمالي البلاد مضطر قوات الأمن لأطلاق قنابل الغاز لتفريقهم وثارت في بلدة سيدي بوزيد التي اندلعت منها انتفاضة 2011 هذه التظاهرات تأتي بعد استجابة مبدئية لمطالب المحتجين فقد اجتمعت الحكومة وناقشت وأعلنت زيادة دعمها المالي للأسر الفقيرة ومحدود الدخل لكن الشعب وصل تظاهراته وهذا ما فعله قبل سبع سنوات احتجاجا على ارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الفساد بعد سبع سنوات تجري الاحتجاجات للأسباب نفسها وزيادة زيادة الأسعار وزيادة الضرائب التي بدأ سريانها مع بداية الشهر الحالي والتي تدعو اليها ميزانية السنة الحالية فيما لا يزال البلد يعاني من ارتفاع البطالة بنسبة تزيد عن 15% 30% منها في صفوف الشبان الاحتجاجات الماضية أدت إلى خلع الرئيزين العبدين بن علي الرئيس الحالي وحكومته حاولوا تلبية بعض المطالب ألنت الحكومة رفع المساعدات المالية بحوالي 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة وأصحاب المعاشات الضعيفة لتطال نحو 250 ألف أسر فقيرة وتقديم بطاقة علاج مجاني للعطلين عن العمل لكن التظاهرات التي اعتقل فيها حتى الآن أكثر من 800 شخص وجريح أكثر من 80 من عناصر القوى الأمنية من دون الآلان عن عدد الضحايا بين المحتجين تستمر للتذكير فأن احتجاجات مشابهة انطلقت أيضا في العام 2015 وقدم حينها البنك الدولي قردا لتونس بحوالي 3 مليارات دولار الشهر الماضي دعا البنك الدولي تونس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف عجزها لكن الرئيس الباجي قائد السبسي لا يزال يعتبر أن الصحافة الأجنبية تهول وتشوه صورة تونس والحكومة تتهم مخربين في تأجيج الاضطرابات